السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد من أنكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير وانتما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله سنشارك معكم بريوة بالكاوكاو كي يأتي مع الكين محمرين ومقرمشين كي يأتي وزوين بثاف كي يكون عليهم طالب كثير عند الكليان على ذاك الشي شاركتوا معكم باش حتى أنتم تعتمدوا هم كم شروع مربح من بيوت ديالكم أو تخدمهم الكليان ديالكم أو الوليداتكم بريوة اللي كي يجي ورائعين كي يجي ومعلكين صدقوني البنات إلا جربتهم غادي يعجبوكم بزاف وغادي يعجبوه حتى الوليدات ديالكم بريوة اللي كي يجي وزوينين بزاف بالكاوكاو نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم ونتمنى باش تعونوني بلايك الله يجازيكم بالخير عونوني بلايك بارتجيوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء ما تنسوش لك أنت هدي أول زيارة لكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد من عندي إن شاء الله وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الأخير باش شوفوا معي جميع المراحيل باش غادي نخدم هاد البريوات بالكاوكاو التمن باش غادي نخرجهم وغادي ندوز معكم المقادير بسم الله على بركات الله لدي كيلو ديال كاوكا وحمرته في الفران على نار مهيلة حتاخده اللون اللي هو مذهب هاد الكاوكا وكتحمره في الفران كي يجيكم زوين حسين ما تقليوه إلا قليته في الزيت وطحنتوه غادي تلقي الزيت وما غاديش جيكم العقدة ديال كاوكا وزوينه غادي تعذبكم في الخدمة عندي مئتين قرام ديال سكور حبيبات طحنتو في الطحانة حتى أرجع بها سكور غلاسي تقدروا تستعملو سكور غلاسي لما كانش عندكم تحن وغس سكور حبيبات عندي زوش معلقات ديال الزبدة خاصة بالأكل الزبدة ديال سنترال أو زبدة ديال البواطا دي روز اللي كتسكون مزيانة عندي معلقة صغيرة ديال القرفة وعندي الروح انتع اللوز غادي نستعمل واحد القاتارات ديال الروح ديال اللوز في هاد العقدة هذي سوف نتحن الكاوكاو ثم نطحن الكاوكاة بزوج المرات ايكا متحن بل للصكر والمرة الثانية خلية بالصكر لكي تحيني العقدة كحوكاو ولكن طحنت في اللوها الكحوكا ويسره معهم فلن اتجيتها ويسرحت بلشان الزيت ولا تحيني السكرة لن اتجيتها بيجدها بلشان كحوكاو لبنها تحيني لربك حان السكس وكل صنع طحن المرة الثانية كمية كاوكاو نضيفها فتحانة و نضيفها و قياس و معلقة سكر سكر حبيبة و تستعملو سكر غلاسي سكر حبيبة لتحن مع السكر حتى يتعجن و تحكم فيها كما بغيتوا و لا تتلقى الزيت وادع لدماء السكر سنعمل نضيفها nodes و نضيفها يتضيعها السكر نضيفها توسفا نتحن في الثقافة نرغب بل تولي معاكم سأنقوم بحضها في التجارة يصرع عن الوصف لهم يصدقوني سوف تنجح معكم وغادي جيكم زوينة وغادي تعجبكم بزاف صفي هنا يا بعد ما كملت اه طحنة تانية ديال كاوكا ووساليتها صفي غادي ندوس هنا باش نعجن الكاوكاو ديالي كيما اشتوا معايا كي يجي اه زوين بزاف اه كاوكا بعد ما كتطحنوه هنا يا غادي نضيف زوج معلقة كبار ديال الزبدة خاصة بالاكل غادي نضيف معلقة صغيرة ديال اه القرفة وغادي نزيد قطارات من الروح ديال اللوز تقدروا تستعملوا الروح ديال اللوز او تستعملوا الروح ديال مزهر ما تستعملوش مزهر Fear إلا ستعملتوا مزهر غادي تجيكم اه طلقة زيت هذ العقدة هذي وما غاديش تجيكم زوينا قد يجو غير روح ديال مزهر او الروح ديال اللوز وكاتعجنوا القوة ديالكم هنا يا نعجل العقدة ديالي كندخل في هذيك الزبدة كندخل فيها الروح متاع اللوز والقرفة مزيان بتنتحصل على عقدة اللي كتجي معلقة وكتجي زوينا anymore هنا البنات العقدة يضيفون لها قطارات من الروح للوز اللي دق عندكم هاد البريوة هادو كي يقول رهم صاوبين غيب اللوز كيتجي عقدة اللي رائعة بزاف كيتجي زوينة بالنكهاء ديال اللوز سافي كان مقا مستمر على هاد طريقة هادي كان يعجن العقدة ديالي حتى ندخل في هادك الزبدة ما كاتبقاش باينة سافي هنا مبعد ما عجنت العقدة ديال كاوكا وكانت تحصل على عقدة اللي كاتجي ارتباء وكاتجي زوينة بعد مسالية العقدة ديالي غادي ندوز هنا ايا باش غادي نوزنها جبت هاد الميزان باش غادي نوزن العقدة ديال كاوكا وكل وحدا كان دير فيها اه 12 قرام 13 قرام هنا ايا غادي ندير بريوات ليهوما صغيرين ما غاديش ندير بريوات ليهوما كبار وضروري البنات من الميزان توزنوا العقدة ديال كاوكا و باش يجيكم الخدمة من الدماء ويجيكم البريوات مقادين ما جيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة دائما البنات في الخدمة ديالي كانوا وزن بحالة عقدة كوكاو أو العقدة اللوز أو العقدة تمر ضروري ما كان وزنهم باش تجيني الخدمة من الضماء ويجيوني الحبات مقادلين كما شتوا معي كان دير هاد العقدة ديال كوكاو كل وحده فيها 12 قرام 13 قرام وحتى اللي ما عندهاش الميزانة البنات تستعملو غيدكم ميزانكم كديروه كوريات اللي هما صغيرين ومقادلين باش تجيكم الخدمة من الضماء وجيكم الخدمة زوينة سوف نبقى مستمرة على هذه الطريقة ونوزن هذه العقدة الكوكاو منين ساليها؟ سوف نعود معكم بعد ما وزنت العقدة الكوكاو وساليت هذه التبصيل كما اشتوا معي سنغطيها بسلوفا ونخليها باش ما تنشفليش ضروري ما تغطيوا العقدة ديالكم باش ما تنشفش سنغطي العقدة ديالي بسلوفا ونخليها وندوز باش سنشكلها معاكم لنخدم معاكم البريوات و نستعملت لورقة ديالقابصة وزوج ديالقوا بس و يتoster يجبني نشين في الكوكاو trabajo للرق pac repar وبشيطة عندla القابسة استـعملت الها الورقة القابسة انتو ما الاختيار لكم الشرع و تستـحضلوا لهذا الورقة القابسة 5% سوف يتأتيب اتـقطين في ذات البريوات كيف مشهتين معي البنات كانت هذه الورقة بشوية للزيت لا تتــفوتو عليهم و تـضلوا فق وحده بتـحيدوهم من هاد البلاستيكات تـجيكم الحيث باستـحاد الورقة بلاستيكات وعدوزو باش تشكلو البريوات ديالكم طريقة اللي سهلة البنات كيم ما اشتو معايا كان قندهن الورقة ديالي بالزيت وكان نحيدها غيب شوية باش ما تقطع لكمش كتسعفو معاها وكتحيدوها وكتدير وحدة فوق وحدة باش تلقاوها وجدة واجيكم الخدمة زوينة نفس الطريقة البنات كان دهن الورقة ديالي غيب واحد شوية بالزيت وكان حيدها من هاد البلاستيكات هادو وكان دير وحدة فوق وحدة صفي كان مقام مستمر على هاد طريقة هادي حتى انسى لي هاد الورقة كاملة نحيدها من البلاستيكات هنا يا بعد ما حيت الورقة اللي عندي كاملة من البلاستيكات ودهنتها بالزيت المسالية الورقة ديال البسطيلة غادي ندوز هنا يا انقطحها كنقسم الورقة ديالي بالمقص على زوج وغادي نقطع قياس واحد زوج ديال الصباح وكان قطع الورقة ديالي باش يجيوني بريوات ليهما مقدين وصغيرين انا هنا يا خدمت بريوات ليهما صغيرين درت قياس زوج ديال الصباح وقطعت الورقة ديالي باش جيني مقادة صفي كان مقا نقطع الورقة على هاد طريقة هادي غادي نهز هاد المرسول اللي قطعتون دياله فوق الورقة ديال البسطيلة وكانشد به العبار وكان قطع قاح هاد الورقة اللي بقيالي كان قطحها نفس القياس باش يجيوني بريوات كيما اذكرت معاكم اللي مقادين وقياس واحد صفي كان مقا مستمر على هاد طريقة هادي تنسى ليها كام لو نقطحها قياس واحد هنايا بعد ما اه قطعت الورقة اللي عندي كام لو سليتها كلمدها هنايا او نغطيها بلاستيك عذائي باش تبقى لي هاد الورقة محافظة على الرطوبة ديالها ما تيبسش هنايا البنات اللي خليتوا الورقة ديالكم لما غطيتوها غادي تنشف وتيبس ومن جوا تخدبوا بها غادي تعدبكم غادي تبقى تهرس ما غاديش تساعدكم في الخدمة ضروري ما تغطيوا الورقة ديالكم كتجبدو غي القياس اللي غادي تخدموا بيه ولي بقى لكم كتغطيوا هانيا البنات مبعد من ح Dayama قياس اللي غادي نخدم بيه قدرت هاد الورقة فوق سطح العمل محافظة وجيها اللي كتكون حرشة كنديرها من فوق وجيها اللي كتكون رطوبة كنديرها من ساحة سجl العقدت ديالكاوكاو كننحطها هواي�를 في الورقة ومكان قدها مزيان كيف ماشتو معاي البنات كان قدل هاديك الوقنات كنو Heck حتى القناة فيهم العقدة الكاوكاو هنا في هذه السنة عندي الماء والفارينا خلطهم لتحصل على تلسيق الدقيق والماء نفس الطريقة البنات نجز العقدة الكاوكاو وكان اضعها هنا في القنت الورقة وكان قانتني الورقة على هذه الطريقة وكان قاد اديك العقدة الداخل في القناة يجوني هاد البريوات حتى في القناة فيهم العقدة Diال كاوكاو ومكنن السقب هاد دقيقة و الماء باش مايتحلو Gamal من 15 عيارهم ما كيتحلو ليش البريوات نفس طريقة البنات ن000 عقدة كاوكاو ถucha في الق Linth ديال هاد الورقة هادي وكان قاني الآن البريوات ديالي كيما اشتوا معايا طريقة لساهلة البنات و مفهومة واختكنوا عمركم egعما جربتوا هاد البريوات إذا تبعتوا هالطريقة سنجحوا معكم إن شاء الله من أول مرة سنقاء مستمرة على هالطريقة هذه حتى نسالي هاد العقدة اللي عندي كاملة نساوبها بريوات ونرجع معاكم هنا مبعد مسالية العقدة ديال البريوات او البريوات ديالي ساليتهم هذا هو الشكل ديالهم مبعد مسالية البريوات اللي بنات غادي ندوز هنا باش نقليهم جبت هاد المقلاة درتها فوق البوطة درت فيها زيت حتى سخنت مزيان نقصت لها النار خليتت نار اللي هي مهيلة مديروش نار مجهدا بالنسبة له ا congregation في السع كاتتحمر ماشي كمما الورقا ديال العبار cashedالوقت باش عادكا تتحمر هاد الورقا في السع كاتتحمر خص ها نار اللي مهيلة وماتيحبسوشش عليها من التحرك باش يتحمرو هاد البريوات ياخدوه لله الي هو مدهب وكي يجوا محمرهم في كو الجيشة هنا يبعد ما تحمروا البريوات كما شتوا معايا غاه يتهبوا متحمرهم ومش حتى يفوت لهم القياس غي كي يدهبو حيتهم من الزيت قطرتهم مزيان من الزيت ودرتهم هنا يا في العسل لي كتكون باردة بالنسبة لهاد العسل للبنات صوبتها بالقالب ديال السكر غادي نشاركها معاكم عسل لي كتجيناج أو كتجيزوينة وما كتنشفش من البريوات أو من الشبكية كتبقى شادة ولاسقة هاد العسل هادي نفس الطريقة اللبنات كي ماشتوا معايا بعد ما حيت المقلة اللولة من قليتها نتاع البريوات قدرت المقلة الثانية فيها البريوات ونقلبهم على هاد طريقة هادي على نار اللي كتكون مهيلة بالنسبة لهاد الورقة اللبنات كي ما ذكرت معاكم راها في السع كتخطف وفي السع كتتحمر طفي هنا ايام بعد ما اخدت هاد اللول اللي هو مذهب كان نحيدها وكان نحيد هاد البريوات نحطهم مباشرة في العسل لي كيكون بارد باش يتشربوا لي العسل البريوات سخان والعسل بارد إلا كانوا عندكم البريوات باردين كتسخنوا العسل ULA باش يتشربو لكم العسل طريقة البنات该 احضب البريوات ديالي كانوضم هنا في المقلة على نار اللي كانود ولا تحرقو لكمش باش البريوات هذه البريوات اللي Gods ما كانش عندي الوقت اللي heardهم فى نفس النهار ساليتهم وعطيتهم الهانتو مايلا كان عندكم الوقت كتخليوهم حتلي لكام لاباتو او تخليوهم ثلاثة تسوايع او اربعة تسوايع نفس الطريقة البنات كنهز البريوات كنحطهم في المقلع اللانال اللي كتكون مهيلا كيطيبوه على خطرهم باش يجيوا مذهبين ومايتخطفوش في السع جبت هنا هاد الكسكاس كتديرو شي حاجه من تحت الكسكاس باش داك العسل يقطر كي ماشتوا معايا البنات البريوات كي يجيوا مذهبين وكي يجيوا مذهبين هنا البنات البريوات كغي كتدهبوهم وكتحمرهم شي تيفوت لهم القياس من كتديرهم في العسل العاد كيزيدو يتحمرو وياخدو اللي هو محمر بعد مسالية البريوات كان هدا هو وشك النهائي ديالهم زينتهم بشوية ديال زجلان وبشوية ديال الورد البلدي ودرتهم في الابواط كي يجيوا رائعين لا في شكل ولا في الماداق صدقوني اللي جربتوهم غادي يعجبوكم بزاف هدي يعجبو حتى الوليدات ديالكم ولكليين ديالكم بريوات اللي كي يجيوا مع الكيين مقرمشين ومحمرين واقتصاديين كي ما شتم معايا ما فيهمش المقادير بزاف وما فيهمش حتى الخدمة بزاف فسا كي يوجدو وكي يجيوا مع الكين البنات كي يجيوا ورائعين نتمنى كي ما اذكرت معاكم حتى انتم ما تجربوهم وتردو علي بريوات اللي كي يجيوا وزوينين وكي يحمروا الوجه بالنسبة للكيلو ديال الكوكا واللي شاركت معاكم راح اعطاني زوج كيلو ونص ديال البريوات كي يخرج واحد الكيمية اللي هي كتيرة تبارك الله ما شاء الله بالنسبة لأتمينة كنخرج هاد البريوات بمياد درهم الكيلو 8 جد مناسب ورا فيهم الخير والبركة ديال الربح نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونتمنى باش تعاونوني بلايك الله يجازيكم بالخير عاونوني بلايك وبرتجيوا الفيديو مع الاهل والاصديقاء وكنتمنى تكونوا تستفدوا من الفيديوهات اللي كان شارك معاكم وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله